لم تمضي أيام على سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ضمت حكومة السوداني ووفود من دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية حتى شنت الميليشيات الولائية في العراق هجوما على المملكة عبر بيان أصدرته ما يسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة هيئة تتكون من عدة ميليشيات من بينها العصائب وميليشياء حزب الله وبدر وسيد الشهداء والنجباء وجند الخميني وميليشيات أخرى تجمعت في هذا التشكيل الذي يعد وجها آخر للإطار التنسيقي المؤلف لحكومة السوداني وإتلقى تمويله من موازنة الدولة العراقية البيان شن هجوما عنيفا على الرياض محملا إياها مسؤولية ما جرى في العديد من دول المنطقة في تناغم واضح مع الطروحات الإيرانية طوال السنوات الماضية داعيا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه المملكة وذلك بعد أيام فقط من مسيرات حشدت لها الميليشيات في بغداد رفضا لإعدام السعودية بحرينيين بعد إدانتهما بالانضمام إلى خلية وصفت بالإرهابية ومرتبطة بإيران تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين وإشاعة الفوضى فيهما ويقول مراقبون إن الميليشيات الولائية لا يمكن أن تتحرك بمفردها دون إعاز أو ضوء أخضر إيراني وهما يعيد الاتفاق بين الرياضي وطهران برعاية صينية إلى الواجهة مع تساؤلات عن الضمانات التي حصلت عليها المملكة من بكين لإنجاح الاتفاق لا سيما وأن هذه الميليشيات هي نفسها التي هاجمت منشآت أرامكو النفطي عام 2019 بحسب شبكة سي أن أن وصحيفة والستريت جورنال الأمريكيتين هجوم جاء في سياق العديد من الهجمات التي شنتها أذرع إيران سواء في العراق أو اليمن أو لبنان على مصالح دول خليجية تدعي طهران أنها تريد أن تفتح صفحة جديدة معها لكنها في الوقت نفسه تستخدم هذه الأذرع وسيلة لترسيخ مزيد من النفوذ والهيمنة أو ورقة للضغط بهدف الحصول على مكاسب أكبر في مفاوضات تكشف سلوكيات الميليشيات حقيقة النوايا والأهداف المبيتة من ورائها